الوقت معدنا مع موجز الثامنة مع ليندا شكراً يا دينا الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجماعية كما وجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيها اجتمع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والسيد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمواكبة تحول الرقمي بالدولة وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة بنيتها التحتية لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين كما وجه السيد الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية وقد شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم وبشكل أساسي الفئات الأكثر احتياجا حيث تم في هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة بما فيها جهود تحديث الهيكل الإداري للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين فضلا عن البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين الذين يمثلون العاملين بالدولة وذلك من خلال الميكناء والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية وبحيث يصبح هذا التحديث مكملا للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضنات الأطفال ودعم التعليم المجتمعي ودعم العمالة غير المنتظمة وقد استعرادت السيدة نيفين القباج موقف منظومة الحضنات على مستوى الجمهورية بما فيها النسب الحق الأطفال وأعداد الحضنات المرخصة والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها بما فيها الحضنات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 ألاف حضانة فضلا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضنات بالتنصيق مع الجهات المعنية وكذلك جهود تطوير الحضنات القائمة وإنشاء حضنات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة والتوسع في إنشاء الحضنات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة الحضنات غير المرخصة لحين تسوية أوضعها لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلا على مرحلة التعليم الأساسية كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسية للطلاب من أبناء أسر تكافل وكرامة وقد وجه السيد الرئيس بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثا بالجامعات من أسر تكافل وكرامة مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية وذلك بتنصيق مع وزارة التربية والتعليم وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف ومصادر التمويل كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإلى أهمية خاصة للتعليم الفني كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية التي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتوعية المجتمعية وتعزيز المواطنة وإقامة الندوات المختلفة وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع موقف أعداد مشروع قانون إنشاء المجلس المصرين للتخصصات الطبية كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء وخلال الاجتماع تم استعرض رؤية إنشاء المجلس والتي تستهدف رسم سياسات القطاع الطبي والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التي تعمل في المنظومة الصحية كما يستهدف المجلس المصري للتخصصات الطبية وضع سياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقا لمراحل زمنية محددة من ناحية أخرى استعرض الاجتماع آخر تطورات ملف تصنيع البلازمة والاتفاق المبدئي الذي تم التواصل إليه مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال أعلن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة بعد توقفها النهاية أغسطس الماضي وأوضح عبد العاطي أن هذا الاجتماع يعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والذي كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة وأكد وزير الموارد المائية والرئيس تعداد مصر للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات للتواصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة كما أعرب الوزير عن تقديره للجهد الذي تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي تليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها شهد ديوان وعام محافظة الأقصر انعقد الندوة التعريفية المواسعة بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية تحت شعار مصنع قوى جاهز المزيد في سياق التقرير التالي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة المجمعات الصناعية بالمحافظات جاءت الندوة التعريفية التي شهدها ديوان وعام محافظة الأقصر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الندوة أقيمت تحت شعار مصنع كجاهز للتعريف بتفاصيل المبادرة الرئاسية المجمع ده زي ما حضرتكوا شايفين بيحتوي على 206 وحدة صناعية مصنع جاهز بالترخيص المصنع عبارة عن جزء مغطى وجزء غير مغطى الجزء المخطى على مساحة 70% من مساحة الأرض كلها الجزء الفاضل بيبقى جزء منطقة خدمات الندوة تطرقت أيضا لشرح تفصلي لأنظمة السداد لقيمة الإيجار أو التمليك للوحدات الصناعية وأنظمة القروض المقدمة من البنوك في ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجمع ده هيكون فيه كل أنواع صناعات صناعات غزائية صناعات كيموية صناعات كل أنواع صناعات غير المجمعات التانية على المستوى الجمهورية المختصة بمنوع واحد وده علشان احنا بندخل لسه مجال جديد في الأقصر اللي هو مجال الصناعي اللي هو بنحاول وربنا وفانا وننجح ندخل الفكر الصناعي على محافظة الأقصر دورنا إحنا كجهاز تنمية المشروعات إن إحنا بنبيع كراسة الشروط حاليا إحنا ومكتب هيئة الأبنية هيئة التنمية الصناعية في الأقصر وكمان بنعمل دراسة جدوى للمشروع وكمان للعايز بعد كده يبتدي معانا بقرض لغاية عشر مليون للوحدة الوحدة وخلال الندوة أيضا تمت مناقشة مقترحات وطلبات المستثمرين وأيضا عرض مساحات الوحدات المتاحة للمستثمرين والقطاعات الصناعية المستهدفة في المجمع الصناعي بالبغدادي بمحافظة الأقصر كما تم مناقشة كافة التسهيلات والإجراءات لتسليم الوحدات للمستثمرين وبدء تزويدها بالمعدات وتشغيلها وقعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بروتوكول تعاون بين الوزارتين للاستفادة من جهود علماء الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها يأتي هذا استمرارا لفعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة وأكد مختار جمعة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تستوجب تكاتف جميع الجهود لمحاربتها حفاظا على حياة شبابنا من مخاطر الهلاك في رحلات الموت وأن خطاب العقل والشرع يستوجب مراجعة الدخول القانوني للدول مؤكدا أن حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز دخولها دون إذن السلطات المختصة ووفق مقتضيات القانون شهد نائب وزير الطيران منتصر منع مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الآيزو الدولية المعتمدة من هيئة القياسات العالمية لمطار شرم الشيخ الدولية وقال منع أن وزارة الطيران المدني وجامعة شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معيير الجودة العالمية ومتطلبات منظمات الطيران الدولية من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران العالمية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 78 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98 981 حالة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة 12 حالة جديدة وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وشرطة الإيطالية احتجاجا على الإجراءات الجديدة التي فرضتها السلطات الإيطالية لمنع تفشي فيروس كورونا وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطم المياه لإخلاء المحتجين في ساحة دالكستالو بمدينة تورينو الشمالية بدأت الاحتجاجات في أعقاب أمر الحكومة الوطنية بغلق المقاهي والمطاعم اتبارا من السادسة مساء على مدار الثلاثين يوما القادمة حيث تحاول إيطاليا كبح ظهور عدوى فيروس كورونا في الأسبوع الأخيرة أدت أيمي كوني بارت اليمينة الدستورية كعضو في المحكمة العليا الأمريكية قبل أقل من عشرة أيام من موعد الاستحقاق الرئاسية وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أداء القادية اليمينة في حفل أقيم في حديقة البيت الأبيض وحضره عدد من البرلمانيين أن تعين بارت في المحكمة العليا يوم تاريخي لأمريكا ولدستور الولايات المتحدة وكان ترامب قد رشح بارت خلفا للقادية راحلة رواص بيدر جينسبيرغ ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح المحافظين غالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة في أعلى هيئة قضائية أمريكية تسببت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إجلاء نحو ستين ألفا من سكان جنوب الولاية نتيجة تصاعد خطر الحرائق مع اشتداد سرعة رياحة هذا فيما يعاني مئات الألاف من سكان كاليفورنيا من انقطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي وسط توقف جميع الخدمات الأخرى في الولاية بالتزامن مع موسم الحرائق التي أتت على أكثر من أربعة ملايين ثدان منذ بداية العام فضلا عن تدمير آلاف المنازل ومقتل واحد وثلاثين شخصا نظم متظاهرون أرمان في لبنان وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية ضد تدخلها في الحرب بإقليم النجورن كرباخ وقد أحرق المتظاهرون صورا لأردغان يذكر أن نحو مائة وستة وخمسين ألف أرماني عيشون في لبنان بعد فرار أجدادهم إلى البلاد إثر المذابح التي نفذها العثمانيون بحقهم في بداية القرن العشرين تتواصل فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار الإنسان والحلم وعلى هامش المهرجان أكد المخرج الفلسطيني أمين نيفا أن مهرجان الجونة يعد نافذة مهمة جدا للوصول للجمهور منطلق الجونة كانت النسخة الأولى زي كثير ناس قدمنا مشروعنا ولاقة رحيب ودعوة من المهرجان وكانت صراحة أحد النقطة الفارقة لأنه كنا هنا طبعا في المنطلق أنت بتشتغلي مع مهنيين مع سينمائيين من كل العالم بتنقش الفكرة بيكون في لقاءة وان وان ميتنج زايد أن أنت في النهاية بتارد الفكرة على لجنة التحكيم وفي النهاية بيكون وكاءة تتقبل أو يحصل لها دعمة أو لا؟ بالضبط طبعا هي مصابقة يعني لا التطوير والحمد لله أخذنا دعم أخذنا جائزة التطوير من المهرجان وكانت كمان هي الدفع للأمام المهرجانات هي مهمة جدا نوافذ مهمة جدا بالنسبة لنا كصناع سينما مستقلة لنوصل للجمهور في النهاية لأننا نعمل ليس سينما تجارية لتروح لشباكة تذاكر فالمهرجانات هي نقطة الانطلاقة سواء للمشروع كنص أو كفيلم جاهز للعرض وعلى هامش المهرجان أيضا قالت المخرجة اللبنانية فرح شعر إن فيلم شكوى يعد أول فيلم قصير لها في مهرجان مثل القونة فيلم شكوى هو فيلم قصير عم بشارك مهرجان القونة ممثل للبنان فيلم قصير بيصير أحداثه في لبنان بيحكي قصة هدى مرة مزوجة رايحة على مخفر على مركز شرطة لتبلغ عن جريمة ارتكبة جوزة ونروح معها بهالرحلة مع الأنظم القمعية الغير منصف للنساء ونشوف شو بيصير معها بالمخفر هيدا أول فيلم قصير للي بيشارك بمهرجان القونة هيدا رابع فيلم قصير بعمله بس هيدا أول مشاركة وكثير مبصوصة فيها أما رياضيا فحسم الزمالك المركز الثاني في سلم ترتيب بطولة الدور الممتاز بعد تغلبه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف وإلى الدور الإيطالي حيث تعادل ميلان مع ضيفه روما بثلاثة أهداف لكل منهما في قمة مباريات الجولة الخامسة نهاية موجة زفا منا نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر